إلى المجموعات الإرهابية في الجبال التونسية حاشة أخرى سيدة بش نتكلم فيها في حلقتنا اليوم مش فقط على وصول هذه الأسلحة على هذا الكم الهائل من بنادق الصيد إلى جافصة التونسية وإنما سأتحدث على تهريب الأسلحة من القطر الليبي من طرابلس نفسها من ميناء طرابلس ونرجع لكم بالصور هذا هو ميناء طرابلس لمسيب للناس كل تنجم تعمل فيه كل شيء والسلاح يمشي يهبط من طرابلس نتيجي يهبط للنالوت والنالوت معروفة حتى بالصراية نتيحة الكل هتهرب في المزوط وفي اليسانس لكن فسته مش نوى فما كرتوش واسم عشهادات حية من ليبيا يقولوا لكم أشكون تجار المقرون أشكون تجار السلاح وكيفاش ينجم يهربوا كل شيء نحو تونس والوشوشة تدرع الإخلاق لكن في اللخل بشوية في توكس تنجم الطيحة بمجهود أمني جبار باي باي والدور على الجيد في ليبيا تجار السلاح الذين برزوا مع الميليشيات المسلحة التي تكاثرت في ليبيا بشكل كبير فأصبحت ظاهرة التجار بالسلاح ظاهرة واقعية وظاهرة كبيرة يقوم هؤلاء الأفراد الذين أتروا ببيع جميع أنواع الأسلحة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سوى كان الأربعة ونص أو الثلاثة وعشرين أو الأقل منها زي الرشاش البيكيتي والرشاش الغرض العامة والإف إن والكلاشنكوف بالإضافة إلى بنادق السيد التي لم يعد عليها طلب في ليبيا فأصبح تجمع بكميات وترسل لدول الجوار التي يوجد فيها طلب كبير على هذا السنف من الأسلحة بالإضافة إلى أمر آخر أن تدني سعر هذه النوع من الأسلحة يصبح لا قيمة لها ولا جدول التجار به داخل ليبيا فتصبح الدول الجوار منها تونس هي عامل جذب للتجار في هذه الأسلحة التي تم استيرادها غالبا من دولة تركيا ثم عن طريق مسارب التهريب سواء كانت الطرق الجبلية أو الطرق الصحراوية وحيانا حتى الطرق البحرية تصل إلى جمهورية تونسية ويتم للتجار فيها داخل تونس ثم إلى الجزائر حقيقة الأمر هذا السلاح لم يعد مرغوب في ليبيا لم يعد ذو جدول إن الناس أصبحت تصيد بي حتى يعني لا تستغربوا لو أنكم شاهدتوا صائد ليبي يصيد ببندقية 14.5 حجم الذخيرة أو الإطلاق أمتاحها يتجاوز 25 سنتيمتر طولا فأصبح الصيد ببندقة الصيد العادية أو المقرون يمثل لعبة فلم تعد تستهوي الليبيين ولم تعد تستهوي التجارة داخل ليبيا فأصبح التجارة خارجية خارج ليبيا هناك عمليات تهريب كبيرة للأسلحة تأتي عبر البحر عبر ميناء طرابلس ومسراتة هذه الأسلحة التي تدخل جزء كبير منها يذهب لتجار السلاح الذين بدورهم يقومون بنقل هذه الأسلحة لدول الجوار هذه الأسلحة تتضمن أسلحة أخرى ويهرب أسلحة بندق الصيد الذي يستطيع أن يهرب بندقية الصيد بإمكانه أن يهرب أسلحة أخرى ويهرب حتى متفجرات ويهرب قنابل ويهرب ما يمكن أن يؤذي الآمنين وهذا التاجر نفسه هو نفس التاجر اللي يقوم بهذه التجارة البندقية هو قام بهذه العملية لأمرين أما طمع في المال وهذا طمع في المال كل ما زاد ديناري بيزيد دينار آخر وما دا به التنوع الزباين متاعها والتنوع تجارته أو المطمح الآخر وهو الإرهابيين الذين يقومون بهذه العمليات تحت غيطاء التهريب ويستخدموا نفس خطط ونفس حركات ونفس مسارب المهربين ليصال هذه الأسلحة يجب أن نضع في اعتبارنا أن تاجر السلاح تاجر بندقية الصيد هو نفس تاجر بندقية لكلاشنكوف هو نفس تاجر القنابل اليدوية هو نفس تاجر الأربعة ونص هو نفس تاجر جميع ما يتوفر من الأسلحة في السوق الليبي اليوم هذا التاجر كل ما توفر له طلب فهو بيلبي طلبات الزباين اللي عنده حتى يستمر في الإثراء ويستمر في هذه التجارة لو فرضنا أن طلب منه توفير عدد معين من بندق الصيد سيقوم بتوفير هذه البندق من الصيد جاء طلب آخر ضمن هذه العملية واستطاع أن يهرب هذه الأسلحة الأخرى سواء كانت بندق تلاشنكوف أو رشاشات أو ذخيرة أو إلى خيره من الأسلحة أو الأجهزة الأخرى سواء كانت أجهزة ثلاثة أو نصة أو أجهزة تبجير عن بعد كل هذه الأجهزة يمكن أن يهربها المهرب بنيتين نية البيع وقد تكون نية الإرهاب يعني القيام بعملية إرهابية